موسيقى أرحب بكم مجددا إلى حلقة جديدة من برنامجكم بالمكشوف سأتناول في هذه الحلقة مأزق الشرعية أعزائي المشاهدين تتدهور قيمة الريال الوطني مع استمرار توقف صرف مرتبات الموظفية الدولة ومعها أزداد الإنفلات الأمني وخاصة في المناطق المحررة من قبضة عصابة الحوثي الإجرامية تدن أيضا مستوى الأداء الإداري لحكومة الشرعية وتكاثرت بؤر الفساد والإفساد هذه بعض مظاهر الاختلالات في تحالف الشرعية اليمنية وليس أخطرها فالأخطر هو تضارب الأداء السياسي في الداخل والخارج وتأرجح الأداء العسكري في جبهات المواجهة مع عصابة الحوثي الإجرامية جبهات العسكرية تضع أكثر من ألف علامة وألف سؤال حولها منذ أكثر من ثلاث سنوات ونحن في السنة الرابعة وهذه الجبهات تتأرجح تارة تتقدم وتارة تتأخر وإذا ما قسنا إذا ما قارننا الفارق العدد بين مقاتل عصابة الحوثي الإجرامية وبين الجيش الوطني ومعهم المقاومة الشعبية وإذا ما قارننا بين الفارق في نوع السلاح وإذا ما قارننا الفارق أيضا بين أن التحالف يمتلك الجو ويمتلك البحر وعصابة الحوثي لا تمتلكهما ومع ذلك ما زال القانب العسكري يراوح وكأنه عند اليوم الأول هناك علامات استفهام كما قلت حول هذه الأمور وتحتاج من اليمنيين أن يعيدوا النظر في معركتهم المصيرية مع عصابة الحوثي وأن لا يرهنوا قرارهم لأي طرف من الأطراف لأن الواضح أن الأطراف الإقليمية والدولية تريد أن تحقق مصالحها بالنفس الطويل فيما يؤدي ذلك إلى تدمير مقاومة النسيق الاجتماعي وتدمير الوحدة الوطنية التي نفقد أجزاء متتالية يوميا لكن ليس أجزاء على المستوى القغرافي وإنما حتى على المستوى الاجتماعي والمستوى النفسي ولست أدري لماذا يصر تحالف الشرعية في اليمن على إهدار شرعيته مقابل اللاشرعية التي تصبغ عصابة الحوثي بالعمالة والإقرام ولماذا تحرص مكونات تحالف الشرعية على زعزع ثقة الرأي العام اليمني بقياداته وحكومته تتدهور كما قلت قيمة العملة الوطنية فلا تتحرك الحكومة على عقل ومسؤولية لتدارك الوضع المالي وكذلك لتخفيف المعاناة عن شعب وجد نفسه ضحية السطو الحوثي المنظم على خزائنه وموارده من جهة ومن جهة أخرى ضحية اللامبالة وضحية الفساد المتزايد في تحالف الشرعية تتدهور قيمة العملة فترتفع الأسعار بجنون ومع ذلك نرى مسؤول حكومة الشرعية يتسابقون على ترتيب الأوضاع الوظيفية لأبنائهم وأقاربهم في الوزارات والبعثات الدبلوماسية لبلادنا طبعت المليارات العشرات من المليارات ربما تصل إلى مئات المليارات من العملة الوطنية في أكثر من مرة في روسيا وتم تسليم هذه المليارات إلى حكومة عدن ولكننا لم نلمس لها أي تغيير على أرض الواقع نرى هذا ونزداد حسرة لأن هذه التصرفات المسؤولة لا تزيد من معاناة شعبنا فحسب بل وتطيل من عمر العصابة الحوثية وسطوتها المسلحة على الدولة ومؤسساتها وكذلك على المجتمع ونهبها المتزايد للموارد والثروة الوطنية أعزائي المشاهدين ومن أخطر ما أسفر عنه اختلالات البنية والأداة في تحالف الشرعية هذه الدعوات المتزايدة للقيام بأنشطة جماهيرية تدعو لإسقاط الحكومة الشرعية الحالية احتجاجا على تدهور العملة والارتفاع الجنوني في سعر السلع ربما تكون الأنشطة الاحتقاقية عملا مشروعا في الأوقات الطبيعية لكنها في الوقت الراهن تضاعف المعاناة الشعبية وتخدم العصابة الحوثية وتزيد كذلك من الفوضى التي فتحت علينا أبواب الجحيم بنكبة فبراير من العام 2011 إن هذه الاختلالات المتزايدة في تحالف الشرعية وخاصة تلك الاختلالات التي تعطل مدينة عدن كعاصمة مؤقتة للجمهورية اليمنية تعمل على تغييب الدولة والمؤسسات وتتيح الفرصة للعابثين في حاضر الشعب ومستقبل الوطن وفي كل تستفيد عصابة الحوثي من هذه الاختلالات حين لا يجد الشعب بديلا لهذه العصابة يحفظ مصالحه الحيوية وأمنه الوطني وكذلك يدير شؤون البلاد والعباد بنظام وقانون ومؤسسة الدولة الوطنية وفي رأيي أن المهمة الواجبة الآن بإلحاح هي مهمة اجتماع عاجل لمكونات تحالف الشرعية لإعادة ترتيب هذا التحالف وسرعة الفصل بين المؤسسات الرسمية للدولة اليمنية في الحكومة والقيادة وبين الأطر الحزبية والسياسية المكونة لتحالف الشرعية هذا الفصل الواجب الآن بين الدولة وغيرها من الأطر تفرضه الحاجة إلى خطاب وطني وإلى أداء سياسي موحد ومحدد بحيث تتركز المعركة على هدف وطني جامع لإسقاط سلطة الميليشيات الطائفية والمناطقية وإعادة بناء الدولة اليمنية على أسس وطنية وعلى أسس ديمقراطية أعزاء المشاهدين دعوني أحاول معكم تفسير هذه الاختلالات في تحالف الشرعية ومعرفة أسبابها الجوهرية لنعرف من ذلك كيف نعالج هذه الاختلالات ونتجنب تأثيراتها السلبية على أداء وسير معارك المواجهة مع العصابة الحوثية وفي رأيي أن ثلاثة مظاهر تتسبب في اختلال بنية وأداء تحالف الشرعية وهي أولاً سوء إدارة الاختلاف حيث تصر بعض مكونات تحالف الشرعية وخاصة حزب الإصلاح والمجلس الانتقالي على أن تكون المؤسسات الشرعية واجهة كاملة لسياساتها وتوجهاتها الاستفزازية والانفصالية تعمل الإدارة السيئة للخلافات بين مكونات تحالف الشرعية على تغييب الشراكة الوطنية وحتى الشراكة السياسية في إدارة المعركة مع عصابة الحوثي الإجرامية وفي أولوية بناء الدولة الوطنية ومؤسساتها الرسمية وفي مقدمة ذلك المؤسسات الاقتصادية والأمنية والعسكرية ثانياً سوء ترتيب الأولويات لا توجد لدى حكومة الشرعية خطة عمل واضحة ومنظمة لجدولة المهام وترتيب أولوياتها وتخطيط الأداء والتنفيذ ولهذا يتأجل ترتيب أوضاع العاصمة المؤقتة ومكاتب العمل الحكومي فيها وربما كان هذا سبباً لانشغال الوزراء والسفراء بترتيب الوضع الوظيفي لعائلاتهم في الحكومة والسفارات وتزايد مساحات الفساد المالي والإداري أعزائي المشاهدين النقطة الثالثة تتمثل في التجاذبات الإقليمية وهي التجاذبات التي أعقبت أزمة قطر مع بقية دول المجلس الخليقي وزعزعت متانة المواجهة بين طهران والرياض بخلق مواجهة أخرى بين قطر من جهة والإمارات والمملكة العربية السعودية من جهة أخرى لا شك أن هذه التجاذبات جعلت الإختلال متزايد في علاقة التحالف الشرعية بالتحالف السعودي وخاصة مع دولة الإمارات مما زاد من حدة الإختلافات داخل مكونات الشرعية وخاصة بين حزب الإصلاح وحلفائي من جهة وبين السلفيين والناصريين من جهة أخرى ربما أكون مخطئا في هذا التفسير لكن بعض الوقايع ومضمون الخطاب الإعلامي لتحالف الشرعية تكشف عن بعض الصواب في هذا التفسير ولعلكم قد قرأتم ما كتبه كثير من الكتاب والذين حاولوا أن يحللوا مفاصل العجز والترهل داخل الشرعية والذين أحصوا ما يساوي تقريبا 1300 عضو من البشر من الذين يديرون الشرعية ابتداء من رئيس الجمهورية وحتى وكلاء المحافظات وهذه الإحصائية في حقيقة الأمر هي لموظف الصف الأول من السلك المدني فقط دون السلك العسكري و1300 مجموعهم أكثر بكثير من مجموع موظفي الصف الأول في الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية أكبر وأعظم دولتين في النظام الدولي العالمي وتنفق مرتبات على هذا العدد ما يساوي شهريا 15 مليون دولار ومثلها 15 مليون دولار هي عبارة عن بدل سفر وعلاوات بمعنى أنها تصرف عليهم شهريا ما يساوي 30 مليون دولار في حين أن أكثر من مليون وخمسمائة ألف من الموظفين اليمنيين لا يستلمون مرتباتهم منذ فترة بعيدة ويعيشون حالة الكفاف ويعيشون حالة فقر متقع وكذلك المؤسسات الدولة لا توجد على الأرض والتي كانت موجودة تم تدميرها وهناك تأخير وتأجيل لتأهيل المؤسسات في العاصمة المؤقتة عدن كل ذلك يؤكد بأن الشرعية مستمتعة بهذه الحرب وهي لا تريد في حقيقة الأمر أن تنجز هذه المعركة وتتخلص من ميليشية الحوثي الإرهابية وربما ساعدها على ذلك التوجه الدولي وخاصة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي تريد إطالة أمد الحرب في اليمن لكي تستمر مصانع الأسلحة بالإنتاج والتصدير إلى منطقة الشرق الأوسط وإلى معركة اليمن تحديدا لأنها تدر عليها المليارات من الدولارات وكل الأطراف مستفيدة من هذه الحرب عدا الشعب اليمني الذي يعاني الويلات يعاني القوع والفقر والمرض وغياب الأمن والاستقرار وغياب البنية التحتية وينتشر القهل بشكل يومي ويغيب العلم وتغيب المدارس بل تراجعت هذه المدارس نتيجة لتدمير معظمها وتراجع التعليم في الجامعات أيضا نتيجة لسيطرة ميليشيات عصابة الحوثي على الجامعات الموجودة في المحافظات التي تقع تحت سيطرتها وكذلك شلل حركة الجامعات الموجودة في المناطق المحررة من قبل الشرعية لأن هناك أطراف عديدة تتصارع داخل إطار الشرعية وتعمل على إعاقة الشرعية ومؤسساتها بحيث أصبح مفهوم الشرعية شرعية أفراد وليس شرعية مؤسسات وعلى هذا الأساس فإن المواطن اليمني ينظر اليوم للأسف الشديد إلى القهتين إلى الطرفين بنظرة احتقار لأن كل طرف من هذين الطرفين يزعم أنه قاء من أجل الشعب اليمني ومن أجل اليمن ولكن الطرفين قاءوا ليقضوا على اليمن وعلى اليمن ما يهمني في هذا الأمر هو الدعوة إلى الإسراع في معالجة الاختلالات الراهنة في تحالف الشرعية وهذه المعالجات لن تكون من القائمين وإنما ينبغي أن تكون من أطراف أخرى ضاغطة وخاصة من قبل تحالف دعم الشرعية الذي لديه اليد الطولة في إدارة المعركة وإعادة ترتيبها لأن ذلك سيحرم عصابة الحوثي الإجرامية من الفرص التي يمنحها لها هذه الاختلال للبقاء والاستمرار لا نريد أن تطول المعركة مع العصابات الحوثية إلى ما لا نهاية وبدون البدء ببناء الدولة من المتاحات الراهنة لبنائها في العاصمة المؤقتة وبقية المحافظات فإن ذلك سيساعد عصابة الحوثي على البقاء وسيساعد على استمرار الاختلالات في طرف الشرعي أكتفي بهذا القدر ألقاكم في حلقة قادمة أستودعكم الله ترجمة نانسي قنقر